بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا اعتزل السيد مقتدى صدر السياسة تماما؟ هل لأنه استنكر العنف الذي حدث عشية 30 من أب في المنطقة الخضراء أو لأن السيد كاظم الحائري سحب الغطاء الشرعي عنه وهل يحتاجه أساسا إلى فتوى حتى يعمل في السياسة أو حتى ينسحب منها بناء على فتوى معينة؟ في الحقيقة هذا موضوع مهم جدا هذا موضوع في عنق الثورة العقلية والفكرية في الحياة السياسية المعاصرة هذا مهم جدا أنا في محاضرات سابقة تحدثت عن الدستور الأعلى الذي هو فوق الدستور العراقي وقلت هناك دستور غير مكتوب ودستور مكتوب هذا الدستور المكتوب يضمن النظام الديموقراطي والانتخابات وانتخاب رئيس وزراء ورئيس جمهورية وما إلى ذلك ولكن هذا دستور غير مقدس عند الشعب العراقي وعند الشعب الخصوص إنما يعني شيء يعملون به حاليا وينتهكونه متى يشاءون أيضا مو مشكلة يعني وهناك دستور أقدم وأعلى وأقدس في الحقيقة وهو الدستور المرجعي الدستور المرجعي يقول القيادة الشرعية السياسية هي للمرجع اللي يعتبر ولي أمر المسلمين ويعتبر نائب الإمام وهو الحاكم الشرعي سواء كان هذا الولي الفقي في إيران أو في العراق أو في العراق وإيران مع بعض وفي كل عالم الإسلام هذا النظام المرجعي القديم يعني هذا طبعا تبلور خلال قرون من زمن لم يكن موجودا ولم يقم على أساس شرعي متين لا من القرآن الكريم ولا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أهل البيت لا يوجد شيء اسمه مرجعية دينية إنما في القرن الثاني الهجري ظهرت نظرية الإمامة الإمامة الإلهية بالنص وليس بالشورع والشيعة الإمامية بالذات أقصد منذ ألف ومئتين سنة ألف واربعمائة سنة هم يلعنون الشورع يلعنون السقيفة ويرفضون الخلفاء الراشدين لأنهم جاءوا بالشورع مثلا بأي شكل كان أنه هذه منعة الربية ويؤمنون بالنص من الله تعالى وطبعا نشقوا إلى إسماعيلية وإلى واقفية وإلى إثنى عشرية الخط الاثنى عشرية وصل إلى طريق مزدود في منتصف القرن الثالث الهجري بوفاة الإمام العسكري دون حديث عن الإمامة ولا حديث عن خليفة له فوقع شيعته في حيرة وانقسموا إلى أربع عشرة فرقة ثم تكونت الفرقة الاثنى عشرية أو الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري بعد مئة سنة تقريبا تكونت الفرقة الاثنى عشرية في أحضان الدولة العباسية في أيام البويهيين الذين كانوا يحكمون ويتحالفون مع العباسيين بهدف مواجهة الفريق الشيعي الآخر الإسماعيلي الذي نهض في شمال أفريقيا وكاد يقضي على الدولة العباسية فاختلقوا هذا المذهب الاثنى عشري والإمام الغائب الثاني عشر أن هذا المذهب الشيعي الصحيح الإمامي وليس الحكام الإسماعيليين الفاطميين هؤلاء ليسوا شرعيين وهذه النظرية النظرية الاثنى عشرية عندما ولدت في القرن الرابع الهجري أيام الشيخ الصدوق محمد بن علي بنباوه صدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي في القرن الخامس كانت تقول بحرمة العمل السياسي وتوابع ما يتعلق بالدولة من صرات جمعة من خمس من جكام من أبو المعروف نهياء المنكر ثورة كل هذا معطل ولا يجوز القيام به إلا بإذن الإمام المهدي عندما يخرج ونشروا حديثا مكتوب في الصحيفة السجادية كتبوه العباسيون أنه كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله ميجود إلى وقت قريب جدا سيد محسن الحكيم المرجع الأعلى في العراق عندما ولد حزب الدعوة وتأسس وعرضوا عليه الفكرة أننا نريد أن نقوم بتشكيل حكومة إسلامية أو شيء من القبيل فقال لهم لا أنت عليكم فقط لنشر تدين ثقافيا ودعاء الفرج أقرأ دعاء الفرج حتى يظهر الإمام المهدي في ظل هذا الفكر هذا وفي ظل غيبة الإمام من الثاني العشر غيبة الوهمية وهذا ما هو موجود حتى يغيب وولدت المرجعية الدينية أيضاً بناء على فرضية يعني نساعدنا ثلاث فرضيات فرضية الإمامة الإلهية اللي ما إله إلي أساس ديني مقامة على مجموعة أساطير لم تقم على النص في الإمامة واحد واحد كل إمام عنده معاجز يسوله حتى يثبتون إمامته وهذا حديث مفصل تحدثنا به كثيراً والفرضية الثانية فرضية ليس الحقيقة تاريخية فرضية وجود الإمام الثاني عشر الغائب الإمام موجود ولا مولود هذه أسوأ من نظرية الإمامة وأيضاً الفرضية الثالثة فرضية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي أن كل فقيه هو يصبح نائب الإمام وهذا يعطيه سلطة يعطيه حكم يعطيه فوق الملوك فوق الرئساء الجمهورية فوق الشعب كل شيء يعني الفقيه هو نائب الإمام إذن فهو ولي أمر المسلمين وإذن هو الحاكم الشرعي هذا الدستور تكون عبر التاريخ عبر الزمن هذا الدستور الشيعي الدستور الطائفي الدستور المرجعي الشيخ الكركي في القرن العاشر الهجري طرح هذه النظرية في أيام الدولة الصفوية والملك الإيراني طحماز بابن إسماعيل الملك الثاني أعطى تعميم أنه على كل المسؤولين والقادة والمحافظين والولاد أن يسمعوا لكلام الشيخ علي عبد العالي الكركي يعني هذا نائب الإمام ومن ذلك اليوم منذ خمسمائة عام الآن المرجعية صارت مقدسة وهي فوق الملوك هي تعين الملوك أو تعطي شرعية للملوك يعني الملوك ما يصبحوا الملوك هذا حسب الدستور الإيراني القديم الصفوي والقاجاري والجمهوري الآن أن الرئيس الجمهورية مثلا استبدلوا الملك برئيس الجمهورية لا يمكن أن يصبح هذا الملك أو رئيس الجمهورية شرعيا إلا بعد أن يأخذ موافقة المرجع الأعلى نائب الإمام الولي الفقيه الحاكم الشرعي وعدنا الآن اثنان يدعون ذلك الإمام الخميني والخامنعي بعده في إيران والسيد السستاني السستاني أيضا يعتقد بولاية الفقيه ويعتقد أنه هو نائب الإمام العام وهو ولي أمر المسلمين وهو الحاكم الشرعي حقيقة راجعوا فتاوا عندي محاضرة مفصلة حول الموضوع فتاوا بدقة انظروا إليها هو يؤمن ويؤمن أنه ولي أمر المسلمين في كل العالم هذا الدستور عالمي طيب هذا فكر موجود هذا فكر شيعي موجود يحكم الدستور طيب الآن صاعدنا الدستور بإيران ركبوا الموضوع مع بعض هم رئيس جمهورية وهم قائد يوجد في الأراك الدستور الأراكي لم ينصع المرجعية لا صار نظام ديمقراطي يعني الرئيس رئيس الجمهورية ينتخب من البرلمان و كذلك رئيس الوزراء يعين من قبل البرلمان الأكثرية تعينه شوفوا كيف لكن هذا الدستور لم يحترم بأمانة وبقوة لا يعني هذا شيء مؤقت تكتيك يعني شكل تكتيكي وقد تحدثت عن ذلك أيضا وعندي محاضرة قبل أيام كانت هل التشيئ مسؤول عن انهيار النظام العراقي تحدثت في هذا الموضوع أيضا الآن نجي إلى المشكلة القائمة موضوعنا اليوم لماذا اعتزل السيد مقتدى الصدر السياسة نهائيا وقال هذا اعتزال شرعي وانا بعد ما ندخل بالسياسة المرجع قال ماكو تدخل يعني ماكو تدخل هنستمع إلى فقرة من هالموضوع النقطة هذه لا بالسياسة أنا ما أدخل وانا قلت انه بارحة اعتزلت وهذا اعتزال نهائي لانه اعتزال شرعي مو بعد اعتزال سياسة واجتماعيات وامور أخرى لا شرعا المرجع قال ماكو تدخل بعد ماكو تدخل خلاص صحيح فيما لا فيما لا نعم هذا الكلام بالحقيقة خطير جدا لانه يسموه في الشي اسم الشرع وشي اسم السياسة ما عندنا في الاسلام شرع وسياسة الشرع الاسلامي يعني محدد بالأمور العقدية والأبادية هاي يسموه شرع صلاة صوم حاج زكاة هاي يسموه شرع اما السياسة متروكة لانا القرآن لم يتحدث عن نظام الحكوم لم يتحدث عن السياسة نعم ربما يعني موقفك اذا كان عادل فهو شرعي اما اذا كان ظالم او فاسد او خربط فهو بعيد عن الشرع يعني ولكن لا يوجد شيء اسمه نظام سياسي شرعي واخر اسمه سياسي في اعتزال سياسي سابقا قبل شهر او اكثر سيد مقتدن سادر اتزل السياسة ايضا وسحب نوابه من البرلمان هذا كان انسحاب سياسي كما يظهر من كلامه ولكن بعد ذلك صار عنده انسحاب انسحاب شرعي طيب هذا كما تعرفون جاء يعني اول شيء السيد كاظم الحائري اصدر يعني بيانا استقال فيه من المرجعية خلنك رأي بعض فقرات الرسالة مالتا استقال لأول مرة طبعا مرجعي يستقيل يقول بداعي الكبر انا صرف كبير وما قدر اتابع شؤون المرجعية اخذ مثلا اخماس اخذ فتاوى واسو كده واوصى باتباع مرجعية السيد علي الخامني في ايران وقدم سبع وصايا الى مقلدي من العراقيين ومنهم السيد مقتد الصدر اللي كان يقلد يبدو وربما بعض قادة التيار الصدري الاوائل القدماء اللي ملتزمين بالفكر المرجعي كان يقلدون السيد كاظم الحائري بناء على وصية السيد محمد الصدر الى ابنه انه اعتقد هذا هو الاعلم الاعلم في ماذا لا ادري يقول الاعلم في الاصول يعني هو يقول ثلاثة تلعام عنده السيد محمد باكر الصدر السيد محمد الصدر والسيد محمود الشهرود اللي توفى والسيد كاظم الحائري ذول الثلاثة يعني قمة اعلم العلماء حسب مقاييسهم واوصى ابنه والتيار الصدري بتقليد السيد كاظم الحائري اللي يعيش في ايران السيد كاظم الحائري قبل ما نقل رسالتين كان يؤمن بالشرعية المرجعية وهو لم يكن يعتقد نفسه يعني المرجع الاعلى اللي لازم يكلجوه يعني هو كان في حجب الدعوة تدميذ للسيد محمد باكر الصدر وخرج من العراق بناء على الفتوى اللي افتاها السيد محمد باكر الصدر في سنة 75 76 انه لا يجوز لطلبة العلوم الدينية الانتماء الى احزاب سياسية احزاب اسلامية وهو طبعا خالف السيد محمد باكر الصدر وكان منتميا ثم خرج هذه الفتوى المشهورة في السبعينات اصدر السيد محمد باكر الصدر وقتل على اساسها الشيخ عرف البصري في السجن ومجموعته اللي كانوا انتم لا يجوز لكم الانتماء للحزب انتم معممين وطلبة ودخلهم في السياسة على حال هذا موضوع اخر في 1980 عقد حزب الدعوة الاسلامية في العراق مؤتمرا في ايران لأول مؤتمر يعقد مؤتمر عام وانتخب السيد كاظم الحائري فقيها للحزب سموه فقيه الحزب او اللجنة الفقهية السيد كاظم الحائري يعتقد مثل ما صار بايران انه اولي الفقه يحكم انه اذا يكون قائد الحزب تصور هالشكل فشاف لا الحزب ما يسمعون كلامه فصار خلاف بينه وبين قادة الحزب حزب الدعوة فقالوا له انت مستشار انت في مستشار اللجنة الفقهية انت مو قائد الحزب اعتبارك الفقهة او المرجع معنا فقال اذا انا راح استقيل فاستقال من هذه اللجنة وطلب من حزب الدعوة تقديم طلب للامام الخميني ان يقينهم مندوب من مندوب من الامام الخميني في حزب الدعوة قال له طيب استقيل الان استقال ما عرف بقرار الحدف في الثمانينات فتقدم حزب الدعوة بطلب الى نائب الامام الخميني يوم ذاك الشيخ المنتظري وطلبوا منه ان الامام الخميني يعين شخصا ممثلا له في حزب الدعوة الشيخ المنتظري قال له هذا ما يحتاج انتم عملكم شرعي قاعدت عملون في السياسة والقاومون صدام وهذا يكفي هذا عملكم شرعي الشرعية تأتي من ذات العمل وليس بحاجة الى مثلا ممثل للمام الخميني وثم استلم قيادة حزب الدعوة الشيخ محمد المهدي العاصفي المرحوم وفي سنة 1997 أصدر كتابا تحت عنوان علاقة الحركات الإسلامية بولي الأمر ودعا حزب الدعوة الى ان يكونوا كجنود في تابعين لولاية الفقه جنود مثل الشرطة مثل الجنود مثل أي موظف تابعين تماما حزب الدعوة رفض ذلك واستقال الشيخ الآصفي من قيادة حزب الدعوة السيد كاظم الحائري أعلن مرجعيته ولكن هو في الحقيقة كان يائش في إيران ويؤمن بمرجعية الإمام الخميني ثم مرجعية الخامن لم يكن هو يعتقد نفس المرجع الأعلى يعني هو كمرجع يعني حكم ذاتي يعني شوية أقل من مرجع الأعلى ولذلك الآن دعوته لمقلديه باتباع مرجعية السيد العين الخامنين تأتي في هذا الإطار هو أساسا كان هو يتبع مرجعية السيد العين الخامنين ولم يكن يعني يقود الناس بقيادة ذاتية إنما بدرجة ثانية مثل رئيس الجمهورية نفترض في إيران رئيس الجمهورية منتخب وقائد وكذا ولكنه خاضع لمرجعية السيد علي الخامنين العليا طيب الآن قال أنا تأبان ومرير وما أستطيع أن يعني أتابع أقوم بأعمال المرجعية طيب هذا رأي هذا أول مرة مبادرة شجاعة أيضا ولكن لا نتوقف عن هذه النقطة الحقيقة نتوقف عن نقطة مهمة جدا أو نقطتين مهمتين دعا السيد الحائري المؤمنين إلى إطاعة الولي قائد الثورة الإسلامية علي الخامنين مشيرا إلى أنه الأجدر والأكفأ على قيادة الأمة وإدارة الصراع مع قوى الظلم والاستكبار في هذه الظروف التي تكالبت فيها قوى الكفر والشر ضد الإسلام المحمدي الأصيل طيب هذه النظر نحترمها سواء كان صحيحة أو خاطئة نظر رأيها هذا ولكن ما علاقة هذه الفكرة في العراق في الدولة العراقية كيف نعمل نحن في العراق تجاه هذه الفكرة واحد في إيران يؤمن بهذا من حق يؤمن وهناك كثير من الناس أيضا يؤمنون بهذا الشيء خارج إيران يعتقدون أن سيد الخامني هو أجدر واحد وأكفأ واحد وأصلا في أول للقائد الحقيقي للشيعة حاليا رأيهم هذا ولكن كان نظام عراقي ودستور عراقي هل يتفق ذلك مع الدستور العراقي الذي يقول أن السلطة في العراق والسياسة في العراق تنبثق من الشعب العراقي ومن البرلمان ومن المؤسسات الدستورية وبالتالي كل ما يتعلق بالدولة العراقية يجب أن يكون تابعا للقائد العام لقوات المسلحة العراقية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فلا يمكن هذا يحدث تناقض بين الدستور العراقي والدستور الأعلى كما قلت لكم الدستور المرجعي الذي يحاول أن يفرض نفسه على العراق فهذا الفكر المشكلة هنا أنه طبعا في ناس داخل المؤسسة العراقية يمكن حتى ممكن رؤساء وزارة يعتقدون بأن شرعيتهم لا تأتي من الانتخابات ومن البرلمان إنما من المرجع السيد عاليس الثاني إذا وافق عليهم يعني أصبحوا نهوز سألوا حزب الدعوة لما حدثت أزمة المالكي سنة 2014 بعد مجيء داعش والمالكي قال أنا فزيت بالانتخابات أنا لازم أشكل الحكومة فكانت هناك يعني رغبة أنه لا لا يستمر فقدموا رسالة إلى السيد السستاني وقال لهم لا انتخبوا واحد ثاني ثم تدخل السستاني في تعيين آخرين وفي إزاحة من قبل إزاحة الجعفري أيضا ويزيح واحد يحط واحد يعني المرجعية هي فوق الدستور عمليا هذا أدنى مرجعية فوق الدستور سواء كانت مرجعية في النجف أو مرجعية في إيران هناك كثير من الناس من الشيعة يعني أقصد يقلدون السيد الخامني ولا يعترفون بشرعية نهائية للدستور العراقي والمؤسسات العراقية فوصى السيد كاظم الحائري وصى يعني قدت وصايا ما يهمنا هو أنه النقطة اللي سحب فيها أول هاي النقطة ربط ربط العراقيين بإيران تعالوا قلد الخامني تقليد فوق الدستور هاي نقطة مهمة جدا يجب أن تحل في الحقيقة تحل بعمق مو بعاطفة يعني ما عندي موقف ضد إيران ولا من السيد الخامني موقف سلبي أنا لكن أقول أنه كما في إيران تأسس دستور إيراني ضمن حدود إيران ولا يسمح لأي واحد لا يحمل الجنسية الإيرانية أو لا أبوه ما كان إيراني مو بس هو أبو مثلا كان يحمل جنسية أخرى فهذا لا يحق له أن يكون رئيس الجمهورية أو قائدا أو ما شابه دستور إيراني في احترام للوطنية الإيرانية والإيرانية فلماذا لا نحترم الدستور العراقي هل هذا الدستور إحنا نسوه نه إحنا مؤمنين به أو لا يجب أن نذوب في إيران كما قال سيد محمد باكر صدر مذع ذوبه في الإمام الخميني كما ذاب في الإسلام كيف نذوب إذا إحنا اتفقنا مع أخواننا ومن أبناء الوطن من مختلف المكونات والأحزاب ما يؤمنون بكل هالأفكار هذه وعقدنا اتفاقية شرعية معهم اسم الدستور ويجي واحد يقول لا هذا الدستور ما نعترف به أو ما نلتزم به هل يجوز ذلك أم يجب أن نحترم اتفاقياتنا وأهودنا وأقودنا مع الآخرين ما يجوز إحنا نجي نلغي كل شيء من أجل عقيدة معينة فوق الدستور هذا هذا التناقض النقطة التي سحب فيها السيد كاظم الحائري الشرعية من السيد مقتدى الصدر طبعا قلت لكم أو سأقول لكم أن السيد مقتدى الصدر قلد السيد كاظم الحائري بوصية من أبيه أساسا التقليد جائز لو مجائز واجب له حرام علماء الشيعة السابقون الشيخ المفيد الشيخ الطوسي كان يقولون التقليد حتى في المسائل الفقهية فضلا عن المسائل العقائدية أو سياسية التقليد قبيح ومذموم وغير مبرئ للذمة أساس التقليد الآن كل علماء يقولون التقليد ما عندنا دليل شرعي عليه إنما دليل عقلي فقط كما يرجع المريض إلى الطبيب يعني ما في أساس ديني أساس قرآني أو أساس نبوي أو حديث من أهل البيت حديث صحيح يربما فيه إشاعات فهو قلد والده والده كامقلد أيضا يعني ما يعني قلد والده بأساس التقليد أنه أنه أساس يقلد والشيء الثاني قلد السيد كاظم الحائري هذا هو الأعلم وهذا مشكوكم فيه يعني موضوع جدلي ولكن روح وقلد السيد كاظم الحائري حوزت النجف كلها يعني تقريبا أجمعت على السيد السستاني قاله هذا هو العلم المهم قاله ذلك ولكن لأنه كان في خلاف بين السيد محمد الصدر وبين السستاني لم يعترف بألمه ولا بأعلميته سيد كاظم الحائري صديق لأنه كان ويعرف شاطر في علم الأصول ثم ماذا يعني ثم ماذا إذا واحد كان يباحث في الأصول مثلا ولم يبحث في عقيدته لا سيد محمد الصدر ولا سيد كاظم الحائري ولا محمود الشهرودي ولا حتى سيد محمد باكر الصدر لم يبحثوا في عقيدتهم في عقيدة الإمامة وفي وجود الإمام المهدي وكل الفقه الآن القائم كل على أحاديث الأئمة وأحاديث مثلا النيابة العامة عن المهدي إذا هو المهدي موجود شلون أنت صرت النواب إذا الأئمة كلامه مو حجة شرعية مثلا من الله شلون تعتبرون أحاديث مقدسة وكأنها موازية للسنة النبوية والقرآن الكريم هذا المشكلة هذا مسألة مهمة جدا مسألة فكرية لم يبحثها كل المراجع كل المراجع لا سستاني ولا الخميني ولا الخامنعي ولا سيد محمد باكر صدر ولا سيد محمد ولا أي واحد ولا شرازي لم يبحثوا ولا يريدون أن يبحثوا يبدوا عليهم موضوع الإمامة وموضوع وجود الإمامة المهم سيد مقتدى قلد السيد كاظم الحائري وعندما حدثت الاشتباكات بين التيار الصدري جيش المهدي وبين الحكومة العراقية في أيام المالكي السيد كاظم الحائري سحب الوكالة اللي كان نعطيها لسيد مقتدى صدر قال أنت بعد مو وكيلي أيضا سحب الشرعية من عندها ولكن يبدو السيد مقتدى صدر يقلد السيد الحائري والآن دعنا نرى الفقرة مع التان يقول على أبناء الشهدين يخاطب يعني مو بس سيد مقتدى يخاطب أتباع و جماعت الموجودين في التيار على أبناء الشهدين الصدرين قدس الله سرهما أن يعرفوا أن حب الشهدين لا يكفي ما لم يقترن الإيمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقي لأهدافهما التي ضحي بنفسهما من أجلها ولا يكفي ولا يكفي مجرد الإدعاء أو الانتساب عن ابن الصدر أو ابن الصدرين كما يقول سيد المقتدى ومن يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهدين الصدرين روان الله تعالى عليهما أو يتصدى للقيادة باسمهما وهو فاقد للإجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية فهو في الحقيقة ليس صدريا مهما ادعى أو انتسب يعني إدانة لمقتدى الصدر وسحب سحب يعني الشرعية من عنده في الحقيقة مثل من النقاط الأخرى والسيد مقتدى يبدو يؤمن بهالكلام يعني في النص اللي أرضنا في البداية السيد مقتدى يقول هذا اعتزالي مو سياسي اعتزال شرعي المرجع قال لي لا تدخل في السياسة وأنا بعد مرح الدخل ما كنت أدخل طب هو لم يوضح بصراحة أنه من قال له ذلك السستاني أم الحائري بس جاء كلامه بعد يوم واحد من يعني من قرار الاعتزال وهو يبدو أنا صورت السستاني قاله في الحقيقة ولكن الأخوة كثير من الأخوة علقوا قالوا لا مع العلاقة بالسستاني إنما سيد كاظم الحائري ومورائه إيران أدانت عمله وتصرفه وهذه المشكلة الحقيقية في يعني لماذا نقول يجب أن نعدل الدستور ولماذا يجب أن نقول يعني يجب أن نتعمق في احترام الدستور والنظام الديمقراطي هذا يجل على أن السيد مقتد الصدر حتى الآن هو مؤمن وملتزم بالدستور غير المكتوب الدستور الأعلى الدستور المرجعي ويعتقد العمل السياسي نوع من يحتاج إلى إذن شرعي وإذا المرجع سحب من عنده هذا الشيء فبعد عمله يصبح مو صحيح أنا اعتقد القيام بالأمر معروف أنه على المنكر والنشاط السياسي لا يحتاج إلى إذن مرجعي هو يستمد شرعيته من ذاتي إذا كان عملا صحيحا موقفا صحيحا سلميا فهو عمل شرعي وإذا كان يشوب العنف ويشوب الظلم مثلا التهور وعدم التخطيط ويصبح عمل يعني غير معقول أو غير شرعي فما يحتاج القائد يكون تابع ومقلد إلى واحد ثاني ويأخذ شرعية من عند أساسا هنا الخطأ وطبعا هذا يكشف على أنه الإيمان بالدستور ما موجود عند السيد المقتدر بالدستور المكتوب هو لم يقسم عليه ولم يعلن التزام إذا استفاد خلال السنوات الماضية استفاد من هذا النظام دخل وحصل وزارات وحصل مكاسب وكذا وحركته الأخيرة اللي كانت يعني هي يعني نؤمن أن الشعب مظلوم ومضطهد ومحروم والنظام فاشل هذا ويحتاج إلى إصلاح وإلى تطوير ولكن كنت أقول دائما أنه لا يمكن القيام بانقلاب عسكري أو القيام بثورة مسلحة ونسيطر على النظام ونسوي دستور بكيفنا الدستور لا يكتب من طرف واحد الدستور يجمع الشعب كل يجتمع ممثل والشعب يجتمعون ويكتبوا الدستور ويتعاقدوا عليه وينزلون هذا الدستور للناس حتى يصوتوا عليه كما حدث في كتابة هذا الدستور الذي دعا إليه سيد السستاني وليس بريمر كما يشيع البعض دعا إلى كتابة انتخاب ممثلين من الشعب العراقي مجلس تأسيسي كتبوا هذا الدستور الدستور لم يكن مثاليا في أخطاء وربما حتى تحت الضغط الأمريكي مثلا أنه يكون نظام برلماني لا يكون نظام رئاسي ممكن هذا الشيء ولكن ممثلوا الشعب العراقي كتبوه ثم عرض على الشعب العراقي فصوت عليه وأصبح دستورا عراقيا شرعيا وليس دستور بريمر صحيح هذا الدستور بعد تجربة حوالي 20 سنة نكتشب أنه في أخطاء أنه أنتج نظاما ضعيفا ينتج الفساد أساس الفساد بنضعف النظام النظام ضعيف فينتج لنا يسمح للفاسدين أن يسرقوا وينهبوا ويلعبوا ويسووا كل شيء فإذن بحاجة إلى إعادة النظر في الدستور وإنتاج دستور جديد إصلاح الدستور يعني نسوي نظام رئاسي ولكن هذا مو كيف كل واحد من أدنى يجي يقول أنا عدد أسوي نظام دستور رئاسي فأسقط هذا النظام بالقوة كما حدث بالأيام الأخيرة أنه نجم على مؤسسات الدولة كلها البرلمان والقصر الجمهوري والقصر الحكومي والقضاء وكذا وأنه ناخذ الدولة بالقوة بالسلاح هذا يصير انقلام طيب أنت انقلامت على الدستور كيف تكتب الدستور بعدين كيف تسوي اتفاقية مع سائر المواطنين الذين لا يوافقون على رأيك وشنو الدستور مو محترم خم مكتب وقرآن منزل نعم الدستور ليس قرآن منزل ولكن هو أقد اجتماعي بين مختلف فئات الشعب وبحاجة إذا نريد انطوره يجب أن يجلس الشعب كل مرة ثانية من خلال المؤسسات الدستورية نصلح هذا الدستور ونغيره ونقوي النظام حتى يكون نظاما قويا يعني يكون مسؤول ويحقق الأهداف ويخدم الشعب فهنا المشكلة يعني طبعا أيضا ينشرون أن سيد حمد باكر الصدر يقول ينقل عنه وأعتقد صحيح كلام مو بعيد يعني لأنه هذه الثقافة غير المكتوبة في الدستور أو الدستور غير المكتوب الثقافة المرجعية المنتشرة أن القيادة لا تصلح إلا في ثلاث إما نبي مرسل أو إمام معصوم هذه نظرية ما معصوم لا أحد من إما قال أنا معصوم أو مجتهد أعلم في خلاف ذلك في أنها قيادة الظلال وأتباع وهذا الظلال يعني هذه مشكلة هنا العمل الثوري الحقيقي يبدأ من الفكر يبدأ من الثقافة أنه نعرف طريق ما هو ما هو دستور نا في الحياة إحنا مراجع وريد نسيطر بعدين ما نعرف إحنا في حدود العراق أو في حدود إيران الفكر المرجعي القديم فكر عبر على الحدود عبر للحدود بأي مكان فمثل سيد سيد كاظم الحائري اللي يدعو إلى قيادة السيد الخامنائي وسيد الصدر يبدو عليه أنه تأثر بهذا الكلام وانسحب وقال هذا اعتزال شرعي بعد نائي بعد ما تدخل بالسياسة أنا لأن المرجع قال ما تدخل بالسياسة طيب أنت قاعد تقول جماهير كيف تكون أنت تابع لآخرين لازم تكون القيادة نابعة من عندك أنت تدرس الخطوات مالتك تدرسها بدراسة جيدة عندك مستشارين عندك يعني فكر وفي ضمن النظام اللي قاعد تعمل فيه مو تعمل فيه وتهدم أيضا أو ما تعترف به أصلا يعني هاي اللخبط هنا الموقف من الدستور العراقي هذا لا يمكنك أنت تستفيد من هذا الدستور وتنخلط فيه وفي نفس الوقت تؤمن بدستور آخر دستور مرجعي إذا قل لك سيد كاظم الحائري أو قل لك المؤمن خامني أنت بطل من السياسة بعد لا تعمل بالسياسة اعتزل هذا كلام مو شرائي ما لأساس شرائي أنت قاعد افترض أنت قاعد تؤمر معروف تنهى على المنكر وتدعو الإصلاح إذا خطواتك يعني نفس العمل أني سلا أو أي خطوات التي انتبعتها في شحن الشارع والهجوم على الناس وسبهم وشتمهم كلهم فاسدين وأي واحد يخرج من التيار يصبح منافق وخارجي وفاسق وفاسد وكذا وبعدين في الأيام الأخيرة رحوا حرقوا مقرات الحركة الفلانية أو الحزب الفلاني هذه أعمال أنت استنكرتها وقلت هذه ليست بثورة صحية ونحن نؤيدك في ذلك ولكن تبقى يعني موقعك وين لماذا انسحبت الآن هذا الانسحاب صحيح أنا لا أعتقد الانسحاب صحيح الخطوات كانت غير صحيحة الطريقة الدعوة الإصلاح كانت غير صحيحة ولكن الانسحاب غير صحيح الانسحاب التام الشرعي ما قدنا شيء اسمه اعتزال الشرعي بأوامر مرجعية لازم تعيد النظر في هذه النقطة وأبناء التيار الصدري عليهم أن يعيدوا نظر في هذه النقطة أيضا أنهم عملهم شرعي من ذاته في الإطار الدستوري في الإطار السلمي الأمر معروف أنه على المنكر كل واحد لازم يأمر معروف أنه على المنكر ما يشترط يأخذ إذن من المرجع المرجع ونجاب إذنه من الإمام المهدي حتى سيد المقصد كان يحاول بالإعلام ما لأن يضفي على نفسه شرعية أنه شرعية ذاتية حتى في رسالته نقرأها شوية هو أجاب في البداية أو يوم قبل يعني يقول يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم إحنا قيادتنا شعبية من أدنى من ذاتنا كلا أن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قد سسره الذي لم يتخلى عن العراق وشعبي وأيضا طرح فكرة شكق طبعا وعلى رغم تصوري أن اعتزال المرجع سحب البساط من تحت لم يكن من محظ إرادته وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضا معنوم محظ إرادته إنما سيد الخامني أجبره وقال أنت استقيل وأسحب المكالة من السيد وأسحب شرعية من عنده يقول إلا أنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية فإني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المركز الشريف والمتحف الشريف وهيئة التراث آل الصدر طيب وال ميليشيا سرايا السلام أو سرايا العنف التي مارست العنف هذه حليات حلوة بعدك بعدك تؤمن بيها وبيدك هاي المسلحين أم لا هذه النقطة مهمة جدا إذا كان اعتزالك حقيقيا وجديا فإجب أن تحل هذه المؤسسة العسكرية اللي مو بالإطار الشرعي وتسلم السلاح للدولة وأنت دائما تدعو إلى تسليم السلاح للدولة وأيضا نقطة مهمة التي يجد في جواب السيد قبل البيع الأخير يقول وعلى الرغم من استقالة السيد كاظم الحائرين فإن النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هو الحال دوما طيب هذه أيضا ما أنزل الله بها مسلطان المرجعية وإما تكون 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 في لبنان تكون في أي مكان المرجعية ما بي مكان معين ومرة في سامراء مرة في كربلاء مرة في قوم مرة في والمرجعية الحقيقية وين الآن في الحقيقة سيد يعني يعني ذانقار المرجعية السيد السستاني ومرجعية السيد الخامنية وقيادته ما في قياس يعني مرجع يعني يقول وإن لم أدعي يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة إنما أنا آمر بالمعروف ناهن عن المنكر وإلا عاقبة الأم طيب إذا أنت كنت تؤمن معروف عن المنكر وما أردت إلا أن أقوم الإعوجاج الذي كان سبب الأكبر فيه القواء السياسية الشعي طيب يعني لماذا إذن استمعت وأطعت المرجع مالك تقول أنا المرجع قال ما كنت دخل أنا بعد ما أدخل هذه المشكلة المشكلة في التقليد المشكلة في المرجعية المشكلة بهذا الفكر القديم بهذا الدستور اللي هو أعلى من الدستور اللي سونا في 2005 فعلينا أن نعيد النظر مرة أخرى وأنا أدعو سيد سيد مقتد الصدر أن يجلس بهدوء مدام اعتزل الحياة السياسية يعيد النظر في عقيدة الإمامة في عقيدة وجود الإمامة الثاني عشر هل موجود أو لا حتى ذاك يأخذ شرعية ويجي يطيها إلك وأنت تطيها الآخرين كل هذا بحاجة إلى أن نعيد النظر في كل هذه الثقافة القرآنية ولا على حديث نبوي ولا حديث من أهل البيت ثابت وصحيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته